واليوم كل لعبة منتخب مصر كانوا رقم عشرة كانوا رقم عشرة عشان كلهم كانوا أساطير كانوا رقم عشرة عشان كلهم كانوا مفتاح اللعب النهاردة كانوا رقم عشرة عشان كلهم كانوا رجالة وعملوا أداء رائع جدا كل لعبي منتخب مصر بالكامل كانوا رائعين ما تقدرش تقولي النهاردة أن فيه لعيب كان وحش زي ما حصل في مبارات كوديفار نفس الأمر ما تقدرش تقولي أنه كان فيه لعب وحش لما تحتاج اللعب المصر لما تحتاج الرجل المصري هتلاقيه في المعاد النهاردة لعبة مصر كلها رجالة روح مش طبعية ظروف في منتهى الصعوبة انت منتخب خط تفاعه بالكامل وحارس مرمى لأ حارسين للمرمى لمنتخب مصر بيتصابوا أربع مدافعين أكرم توفيق إصابة الشناوي عفوا أكرم توفيق الوينش وحجازي وحتى فتوح اتصاب شوية في البطولة أربع مدافعين أساسيين لمنتخب مصر بيتصابوا محمد الشناوي يتصاب ومحمد أبو جبل يتصاب حمدي فتحي يتصاب واصلا انت بادئ البطولة من غير عمر السلية لما ملعبش في مبراط المنتخب النجيلي ظروف صعبة ورغم كده كل اللي بيقوم موجودين في أرض الملعب رجالة مفيش واحد بيأثر مفيش واحد بيأبخل بنقطة عرق روح عظيمة جدا والأهم والأهم ان انت بتتكلم دلوقتي وانت راسك في السماء ان انت عندك جيل عظيم لمنتخب مصر أيوة عندك جيل عظيم لمنتخب مصر هذا الجيل اللي فيه ناس كتيرة شككت فيه شككت في اسم اسم شككت في محمد صلاح شككت في محمد صلاح تصور يا مؤمن يعني النهاردة أصلا وانا جاي اتكلم قلت ايه انا هقول كلمتين بقى حروين عن محمد صلاح يعني هل أنا من المفترض انها دفع عن محمد صلاح مع كامل احترام للجميع يعني هل اصلا فيه حد يقدر يقايم محمد صلاح بعد اللي عمله ده كله عمله ده كله مع مين مع منتخب مصر عشان لما هتيت قول لي اصلا ما بيلعبش معانا زي ما بيلعب بره وكلام اللطيف ده لا تعال بقى بالاركام مع منتخب مصر محمد صلاح هو هداف منتخب مصر من 2017 من اول كاس أم افريقيا شارك فيها من اول كاس أم افريقيا محمد صلاح مشارك بالتسجيل او بالصناعة فيما يقرم من 65% من اهداف منتخب مصر ده في كاس الأم افريقيا في تصفات كاس العالم اللي فاتت تصفات كاس العالم اللي فاتت اللي وصلتنا لكاس العالم كان منتخب مصر جاب سبع اهداف خمسة منهم لمحمد صلاح وشارك في اتنين يعني عمل اسيستة في اتنين يعني بنسبة 100% ويجي حد يقول لك محمد صلاح ما بيديش لأ تعال بقى نكمل محمد صلاح قبل ما اخش على عيبة المنتخب واحد 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 لانا دلوقتي مش بتكلمها محمد صلاح عشان اخذ محمد صلاح ويبقى هو نجم المنتخب الواحد لأ انا همسك لك واحد واحد ويقول لك عمل عظم قد ايه محمد صلاح النهاردة بأمانة شديدة ومش عايزة احلف عشان مش من المفروض احلف على الهوى يعني بس محمد صلاح النهاردة ما شفتهش في حياتي ولا عمري حتى مع الفرق الاوروبية الكبيرة اللي لعب لها على مدار تاريخه بيلعب بهذا الروح والحماس هجوميا ودفاعيا محمد صلاح النهاردة كان بيدرب سبرينتاد دفاعيا وهجوميا وبالمناسبة من كم سنة فاته لما كنا منيجي نلاعب السنغال بالحج ديوف لما نيجي لعب الكاميرو بصمه لقيته لما منيجي لعب كوديفار بديد رجبة لما كنت بتيجي تلاعب توجو بأدي بايور لما كنت تيجي تلاعب منتخب ليباريا من زمان بجورج وايا كنت بتتراعب من الأسماء دي أيوة كنا منتراعب كان المدافعين بتوعنا واللعيبة بتاعتنا العزماء بالمناسبة يعني مش بقى أقل منهم لما يشوفوا لعيب سوبر زي ده لعيب علامي زي ده بيتخضوا وبيخافوا النهاردة بقى عندنا لاعب في منتخب مصر أي مدافع لأي منافس بيخاف منه وبيتراعب وبيتراعش النهاردة محمد صراح زي ما حصل في مبرادكو الدبار 3-4 ملمومين حواليه 3-4 ملمومين حواليه ورغم كده ورغم الضغط والقوة في التعامل مع محمد صلاح طبعا انت تلعب مع واحد أفضل لعب في العالم مش واحد من أفضل اللي يبيت العالم هو أفضل لعب في العالم يعني عشان بس ما ندلطش كل شوية صيغة يعني هو أفضل لعب في العالم تلعب قدام أفضل لعب في العالم فطبعا هتحاول تهده طول الوقت حاول تاخد منه الكرة بكوة طول الوقت رغم كده محمد صلاح بيسجل هدف وبيعمل أسست هدفه وهدف اللي صنعه لمحمود ريزجيب طريقة رائعة جدا سوبر رائع قائد مناسبة القائد دي هتلاقى محمد صلاح النهاردة في أي لقطة في المباراة أطراضات على حاكم هتلاقيه موجود بيهدي اللعيبة أزمة للاعب النفسين هتلاقيه قريب منه متدايق لعيب عنده محبط بسبب كرة وحشة عملها هتلاقي محمد صلاح قريب منه قائد حقي عشان حتى دي تم التشكيك فيها ده محمد صلاح